الناس بتقعد تقولك البروف وميستر فريرا هل هو سبب يا جماعة ولا مش سبب طب الناس بتقعد تتكلم كتير في التشكيل فهم قصدي التشكيل الغلط في التشكيل كان لازم يبتدي بحازم يعني بص هنقعد نقول اشرب بن شارقي ما بدأش ليه على فكرة اشرب بن شارقي بدأ المطش اللي فات اقام امبي والعبنة وحش جدا واتغلبنا برضو حازم امام نزل الشرط التاني النهاردة وما كانش وحش وفي نهاية الشرط الاولاني ما كانش وحش واتغلبنا وكان نزل والنتيجة تعادل يعني انا بقولكو ايه القصة مش قصة البروف غلط في التشكيل وصلح التشكيل ونزل معرفش ايه ونزل لعيبة مش موجودة هل انت عندك امكانيات لعيبة الكرة يا جماعة مش عند الكرة امكانيات الكرة قدرات احنا عندنا دلوقتي قدرات ضعيفة عندنا قدرات ضعيفة وقدرات متوسطة وقدرات كويسة جدا بس مش مركزين في منهم لعيبة كتير اه يعني عقدها انتهى وبتفكر في مستقبلها وما بتفكرش في الزمالك في لعيبة بتلعب بتحصيل حاصل يعني ايه خلينا نخلص من الموسم خلاص يعني انا عقد انتهف خلص يعني فهم عصدي وبالتالي البروف ما عندوش لعيبة النهاردة ما ييجي طريق حمد يغيب يبع عندي مشكلة مشكلة في نادي زمالك فرقة بتلعب على بطولة لعيب مثلا يعني لعيب امام عشور الماتش اللي امبي غايب عندي مشكلة هلعب مين مكانه هو انت ما عندكش بديل للدرجة دي يعني انت الاتنين اللي بيلعبوا ما عندكش اتنين بودلاء ليه يعني النهاردة حبي واحترامي للكابتن ايمن حفني لعيب مهاري ولعيب مميز جدا ومعشوق الجماهير الزمالكوية وفترة من فترات يعني لعيب ممتع لكن حاليا ايمن بيلعب بدماغه بلا قدرات بدنية تماما يعني ايمن لعيب رجع عشان يتكرم ربنا يا رب يشفي بنته وربنا اللي يقدر يحدد ده البروف او الجهاز الفني هل ايمن حفني في التدريب علي قوي لكن النهاردة هو نازل تحس ان ايمن بدنيا ما يقدرش يجاري اللعيبة اللي موجودة خلاص ما يقدرش هو اه زهن تفكيره ممكن يكون اعلى من اللعيبة اللي موجودة كلعيب كورة لكن بدنيا هل يقدر ينفس تفكيره ما يقدرش النهاردة ممشي كابالة عنده 36 سنة يغيب يبقى عندنا مشكلة ممشي كابالة